بداية سقطت الرابطة المحترفة لكرة القدم بدأت حتى قبل أن تبدأ المنافسة الرسمية الهيئة المسيرة للبطولة المحلية على اختلاف قسميها يبدو أنها لم تستخلص الدروس من السنوات الماضية حين كانت كثافات المنافسة هاجسا يجر الرابط ومن فيها إلى أروقة الانتقادات تأخر رهيب وغير مفهوم في ضبط البرمجة الخاصة بلقاءات الاندية الجزائرية والرئيس غائب أياما قليل قبل انطلاق المنافسة الرسمية في وقت كان من الأشدار وضع الاندية في الصغر حتى تضبط هي الأخرى برنامجها التحذيرية ومبارايتها الودية في سيناريو لا يبشر بالخير مع نهاية الموسم تأخر غير مفهوم بدون شك نحن نشوف الغير التقاليد عندنا في البطولة الجزائرية السنوات الماضية كنا نقدرها في آخر جوان هو مفروض على الرابطة تدير برنامج وتدير التاريخ الداخل فهنا نكالندريه شوف العالم كان يخرج في آخر جوان تاخد كالندريه على كاف حتى الزميلة الانتقادات هدوء الهيئة الكروية وإن فهم من جانب بأنه لا مبالاة فقد يكون من جانب آخر مضروس العواقب فتأخر الإعلان عن برنامج البطولة له علاقة بدراسة كل صغيرة وكبيرة وكل تفصيل تجنبا لأي خلل ومراعة للبطولات القرية والإقليمية التي توجد على الأبواب بين برودة أعصاب الرابطة وبين التريث خوفا من الوقوع في الخطأ يبقى السؤال هل هذه البداية هي مؤشر على تواصل أزمة الكرة المحلية أم كبوة جواد على أمل تحسن الوضع